أعايز بس أقول لك شوية حاجات مثلاً في الحضارات المختلفة لو وصلت الحضارة اللي هي بتاعة الشرق الأقصى تقول لهم إزاي العالم ماشي ممسوك إزاي يقول لك ممسوك على أربع أفيال تقول لهم طب الأفيال دي ممسوك على إيه؟ بيقول لك على ظهر سلحفة بس ده الفكر اللي هو الإنساني عن العالم تمام؟ طيب نسيب الحضارة دي ونروح لحضارة تانية الأغريق الأغريق دول حضارة عظيمة ولازمنا بنستخدم فلسفاتهم لحد الوقت تقول لهم العالم إزاي متشال يقول لك متشال على ظهر أطلس عشان كده عندنا الأطالس الخرائط لما تيجي للكتاب المقدس ما تلاقيش أي خرافات مصنعة ما تلاقيش كلام زي كده خالص لأننا لم نتبع خرافات مصنعة بالزبط رسول بولو إبوترس بيقول الكلام لكن كتاب المقدس في سفر أيوب ولازم نعرف أن ده سفر شعري فلازم نكون حذرين جدا في استخدامه كأسلوب علمي بيقول يعلق الأرض على لا شيء مش معنى أن أنا قريت الآية دي فاكتشفت الجاذبية الأرضية لا ما بنقولش كده بالمر وما بنقولش اكتشفنا كروية الأرض من الكتاب المقدس لا احنا اكتشفناها بالعلم التجريبي لكن الكتاب المقدس في وقت أيوب وده من الأصفار القديمة جدا زي ما حضرتك عارف بيقول يعلق الأرض على لا شيء لو أنا قاعد مع أيوب أقوله إزاي ده كلام برضو معقول يعني لو مسكت الكتاب ده أهو مش معلق على لا شيء سبته هيقع فالأرض دي كلها معلقة على لا شيء مش منطقي بالعلم اللي كان موجود أيام أيوب تمام لكن بيقول يعلق الأرض على لا شيء الآية دي لازم نفهمها أنها طبعا موجودة بالشعر وأنه ممكن من المعنى الرمزي فيها قائم جدا جدا لكن مش عايزة أستخدم الكتاب المقدس عشان أطلع به حقائق علمية تجريبية حقائق علمية تجريبية أجربها في المعمل أه بس ما كانش يعني تيلسكوب وما كانش أي يعني فكرهم عن الفضاء فكرهم عن الفضاء أنه كون يقول هذه العبارة بالزبط أنه هي مش خطأ بالعكس ده هي صح أنا اللي عايزة أقوله أنها صح جدا في الزمن بتاعها ولازالت صحها في الزمن بتاعنا أكيد ده اللي عايزة أوصله بس اللي عايزة أقوله أني مش عايزة أستخدم الكتاب المقدس علشان يطلع لي حقائق أقدر أكتشفها بالعلم مش عاوزين الكتاب يكون بازل عارفين أنك بتحل إشكالات ده اللي عايزة أوصله لكن عايزة أقوله أني أي حاجة ألها الكتاب المقدس فهي صادقة